مصرح الستينيات كان مصرح قوي 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 بالأعمال بالنجوم ولا بحضور الجمهور مصرح الستينيات كان قوي بما يقدمه يعني مثلا القوم كان له رواده بصرف النظر كان حيقدم ايه لان كان فيه ثقة في المصرح القوي وما يقدمه وكان له نقول ايه مزاقه الخاص او هويته الكومي دي كان نفس الحكاية الطليعة كان نفس الحكاية كل مصرح كان له هويته وكان له جمهوره الخلط ابتدى في نهاية التسعينيات وابداية الألفينيات مع الفرق الخاصة اه ظهور القطاع الخاص السياح هل التلفزيون لما ظهر التلفزيون ظهر الستينيات لكن قوة التلفزيون اثرت بعد شوية على بريق المصرح؟ لا ده بالعكس ده سعدت سعدت لان ما ظهر مصرح التلفزيون وظهر أستاذ فالبهندس ومدبولي وشوي كار ومحمد عوض والنجوم دول كلهم كانوا بيحمسوا الناس انهم يروحوا المصرح يتفرجوا بس ابتدى يبقى فيه مش الروات الجدة او اللي احنا بنقول عليها اللي هي بتناقش قضايا قومية او محلية او وطنية لا ابتدى هنا نشوف بقى ايه مصرح الدحك الدحك للدحك يعني اوه المصرح ما تنسهاش نجمة او نجمة ما تنساش دورك معاهم في الحياة كتير جدا يعني انا انا يعني مثلا عملت فيه مثلا على سبيل المثال يعني انا فيه مصرحية كانت سبب في نقلتي من ممثل المصرح لممثل فيديو كان اسمها دقة زار طبعا ودقة زار دي انا كنت عمل فيها ست شخصيات منهم منهم الشخصيات الاساسية كانت سبب كوديا اعتقد دقة زار كانت على مسرح الطليعة الطليعة اه مزبوط انا كنت عمل سبب كوديا سبب كوديا ده اللي هو بيدق الدقة للستات اللي هم بيخشوا الزار وكده طبعا ايه فيه ورد دلوقت الاجاجي دي مش هعرف يعني ايه زاره يعني ايه كده هو لو دخل على جوجل واليوتو هياعرف يعني ايه الزار بجملت منتطول لنهاCall منتطول لانهار ايه يعني ادخل كده وجدوph يعني وانسوف يعني فهو ايه اصاب الكوديا ده اللي بيقعد يدق الدقة بتاعت الست اللي عايزيني يطلعوا قال ju high انه طبعا كان فيه ست دقات فيه السودانية وليورة الي هو يوسف الجميل وفو بنات الهندسة اللي هم كانوا بيدقوها للبنات والحاجات فأنا حفظوني الحاجات دي وكنت بدأ أغير بقى الشخصات اللي أنا كنت بمسلها فكانت هي النقلة للتلفزيون دي على طول شافني الأستاذ محمد فاضل خدني من المسرحية دي لأول مسلسل اللي هي في حياتي بشاير كان؟ لا كان وقل البحر وقل البحر البشاير يمكن كان رابع أو خمس مسلسل طيب أنا أنت قلت لي كده جملة في الأول أنه أنا كنت أروح أشتغل وارجع المسرح بيتي التلفزيون تحول لبيتك في الثمانينات؟ لأ أنا كعملت أعمال كتير قوي في الثمانينات ده لا مش هقدر أقول بيتي أو ده ما أقول بيت أختي بيت أختي لكن فضل برضو المسرح هو بيتك الرئيسي